تستعد المملكة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي للإعلان عن رؤيتها لمرحلة ما بعد النفط والتي تتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنوع مصادر الدخل وبحسب مضامين تصريح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لشبكة بلومبيرغ فإن رؤية المملكة لمرحلة ما بعد النفط تتضمن طرحا أولي لأرامكو بنسبة تقل عن 5% من رأس مال الشركة ورسم معلامح جديدة لصندوق الاستثمارات العامة إضافة إلى الإعلان عن برنامج التحول الوطني كما تستهدف رؤية المملكة لمرحلة ما بعد النفط تولي صندوق الاستثمارات تقنيا إدارة إيرادات الدولة وزيادة حصته من الاستثمارات الأجنبية إلى ما يقارب الـ 50% بنهاية العام 2020 وستشمل الرؤية المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تدعم التنافسية وتزيد من معدلات التنوع الاقتصادية وتدعم الخصخصة والإنتاجية وترفع من جودة الخدمات ومن المتوقع أن تستهدف رؤية المملكة لمرحلة ما بعد النفط إعادة تشكيل الاقتصاد من خلال تهميش المداخيل النفطية لصالح تنويع مصادر الدخل وتعزيز الرقابة الصارمة على الأداء ورفع كفاءة الإنفاق ترجمة نانسي قنقر